اهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة مسار السوق لجلسة هذا الأحد الخامس من يوليو والتي تم فيها التعرف على مسارات للعديد من الأسهم تحديدا التي تم الحديث عنها إما إدراجات على مؤشرات رئيسي سواء كانت في الأسواق الخليجية أو في أسواق المنطقة قبل أن أخذ في إغلاقات الأسواق الخليجية الأكثر تفاعلا لجلسة هذا الأحد أذكركم بأبرز عنوين المسار نمو الناتج المحلي القطري 4.1% خلال الربع الأول من العام الجاري والتضخم يواصل ضغوطه على الناتج الإسمي دانا غاز الإماراتية تفوز بحكم في نزاع مع كردستان العراق والسهم يرتفع بأعلى وطيرة له منذ ديسمبر 2014 منافع القابضة تلتحق بقافلة مغادري السوق الكويتي والشركة تحدد الثاني والعشرين من نوفمبر موعدا للانسحاب وإلى تفاصيل إغلاقات الأسواق الخليجية مع عدى السوق السعودي لدينا في الأسواق الإماراتية أداء عكسي بين كلا السوقين لدبي نصيب من تراجعات بلغ معدل وقرابة نصف النقطة المئوية وعلى الرغم من هذا التراجع لكن وجدنا السوق حافظت على مستوياته فوق حاجز الأربع آلاف نقطة وكانت لدينا بعض من جلسات الأسبوع الفائت التي كسر فيها السوق الأربع آلاف هبوطة لكن لم تدوم طويلا من طبعا في سوق أبوظبي كان متسبب في إبقاء المؤشر في حالة ارتفاع سنتابع التفاصيل لكن السوق استطاعت أن تلفذ بمكاسب ربع النقطة المئوية ارتفاع بمعدل أو بمقدار عشر نقاط إلى حاجز الأربع آلاف سبعمائة سبعة وثلاثين نقطة بالنسبة للسوق القطري كان قابق أو سيني أو أدنى من كسر الاثناشر ألف نقطة هبوطا كان لدينا محاولات خلال الجلسة لكن استطاع مع نهاية التداولات الحفاظ على الرغم من تراجع بواحد في المئة وخسارته المئة وثلاثة عشر نقطة إلا أن الاثناشر ألف نقطة الحاجز النفسي في قطر لم يتم كسره مع نهاية التداولات في السوق الكويتي كالعادة المؤشرات الثلاث كل يغرد في جهة مختلفة السعر استطاع أن يرفض لدينا بمكاسب عشر النقطة المئوية الموزون ثلاثة عشر نقطة من التراجعات الخمسة عشر قيادي في السوق الكويتي تراجعت لدينا بمقدار ست عشر النقطة المئوية في سوق مسقط الأوراق المالية وتوالي لدينا إعلان النتائج للشركات للربع الثاني من هذا العام أيضا تعد سوق مسقط من الأسواق النشطة بالنسبة للالتزام بمواعيد الإعلانات نهيكم عن أن القطاع البنكي الأكثر تأثيرا على المؤشر بقيادة منك مسقط يأتي دائما في طليعة الشركات أو الأسهم التي تعلن عن نتائجها وتراجع لدينا المؤشر في نهاية جلسة الأحد بقرابة عشر نقطة المئوية ليبقى في حدود 6434 نقطة السوق البحريني أصغر الأسواق الخليجية تراجع بمعدل عشر النقطة المئوية وأغلق على 1348 نقطة ماذا عن أبرز التحركات بالنسبة لأحجام وقيم التداولات في هذه الأسواق الأحجام لدبي نصيب أيضا من تفاعل بحدود 335 مليون سهم نستغرب النشاط الذي يعود إلى أبوظبي يقترب فيه من التداولات بالنسبة لسوق دبي بالنسبة للنشاط وحدود 254 مليون سهم الكويت 63 مليون سهم 19 مليون سهم ذهبت لمسقط وفي قطر مليونين و400 ألف سهم من التداولات قيم التداول في هذه الأسواق دبي 120 مليون دولار فقط من التداول 56 مليون دولار لأبوظبي 24 مليون ونصف مليون ذهبت لكويت 10 مليون ل11 مليون دولار ذهبت لمسقط وفي قطر 24 مليون و600 ألف دولار من التداول ونعود لكم بمزيد من التحليل تحديدا اليوم سنتناول أداء في أسواق الإمارات وأيضا احتساب سهم أملاك الذي تمت المضاربة عليه في الآوين الأخيرة بشكل واضح في أسوق احتسابه ضمن المؤشر ليصل عدد الشركات المتبعة في المؤشر القرابة 36 شركة ورحب بضيف بستوديو البرنامج سيد عادل مرعب وهو مدير أسواق المال في شركة شعاع أهلا ومرحبا بك معنا سيد عادل لن نتحدث عن وزنه أملاك تحديدا على المؤشر خاصة التخوف الآن من لمطية التداول تحديدا على أملاك المضاربة أن تؤثر على حركة المؤشر العام بأتقادك لماذا؟ هل كانت سريعة الخطوة باتخاذ قرار بإدراج أملاك على المؤشر؟ أنا بتصور مش يمكن سريعة ولكن طبيعية خاصة أنه اليوم مؤخرا منذ أن تم إعادة إدراج السهم شفنا نسبة سويلي إلى حد ما مرتفعة بغض النظر لو كانت مضاربية أملاك فبالتالي لازم يكون سهم مثل السهم وعليها الحركة يعني تقريبا آخر سبوعين عم نشوف الجزء الأكبر من التداول اليومي عم يكون يمكن يتمركز في سهم أملاك فبالتالي أمر منطقي ولكن كما ذكرت المفروض يكون في انتباء لحد كبير من ناحية أنه لو كان في مضاربة قوية وارتفاعات وتراجعات أو تذبذب بشكل قوي المفروض هذا يعني يكون في انتباء لحد ما من ناحية الوزن نعم السوق ربما كانت على علم بأنه سيتم إدراجه على المؤشر لكن لن ننظر من الآن فصاعدا على حركة المؤشر بأنه فعلا يقيس باعتقادك تحركات السوق الحقيقية كما السابق عندما كان إعمار طبعا هو بوزنه الأثقل أم نعم نعلم أنه ربما أملاك الكل يعلم جيدا أنه مضاربي لكن التداول عليه فقط لاكتساب أكبر قدر من الأرباح في فترة وجهزة صراحة نرى بغض نظر اليوم لو كنا نحكي عن سهم إن كي مضاربي ولا سهم ثقيل يتحرك بشكل أقل منه التذبذب اليوم بالنهاية هذا يعكس إلى حد كبير السوق وحركة السوق اليوم ما نرى سامة سامة أملاك بيأخذ يمكن 50% من التداول اليومي بالسوق المفروض يكون فيه انعكاس إلى هذا الأمر بناحية وزنه بالسوق فبالتالي أمر طبيعي ولكن هذه نرجع من قول تعود الأسباب إلى نمط التداولات بالسوق الإماراتية والتي هي إلى حد كبير لازالت مضاربية نعم ننتقل معك إلى طبيعة التداولات الأخيرة خاصة من تصرفات الأجانب أجانب من غير الإماراتيين نقصد الشريحة التسعوة مع مراقبة الأداء في الأسواق المجاورة تحديدا السعودية التي فتحت المجال نجد أنه ما يزال سوق دبي يستطيع أن يعطينا إحصائية في نهاية كل جلسة كان هكذا إما عمليات شراء أو بيع من قبل الأجانب حتى الآن يبدو أنه ما تزال في الطليعة دبي فيما يتعلق بهذا الجانب بدون شك وكنا ذكرنا يمكن ربما بمقابلات سابقة أنه اليوم رغم تغير القوانين بالسعودية واليوم دخول الأجانب لحد كبير ولكن ما كنا حنشوف تغيرات جذرية من نهاية الاستثمارات الأجنبية وبالتالي أنه الاتجاه إلى السعودية أو التوجه من الإمارات للسعودية هذا يمكن أمر تحدث عنه البعض ولكن اليوم ذكرنا أننا بالسعودية كان في دخول سابقا لو كان غير مباشر عن طريق البي نوت بالنسبة للاستثمار الأجنبي دبي دخول السعودية لا يغير بأي شكل من الأشكال حتى الأمر الملفت أنه الأسبوع الماضي شفنا إلى حد ما رغم التخوف ورغم أنه اليوم الجميع ينتظر تصويد باليونان شفنا دخول إلى حد ما أو عمليات شراء للأجانب يوم الخميس نعم طب عندما تحدثنا عن سوق أبوظبي المؤشر العام ووزن القيادي اتصالات عليه تحدثنا أيضا عن مقدرة الشركة بعد أن فتحت القيد على الأجانب للتملك هذا سيحدث أيضا تذبذب على السهم سيؤثر على المؤشر بشكل عام بأتقادك متى سيتم تطبيق القرار متى سنسمى عن دخول الأجانب فعلا على سهم اتصالات الفترة القريبة أنا المفروض أتوقع أنه يكون من بعض صدور القرار الأخير المفروض نشوفها بشكل غير متأخر المفروض وهذا أمر ذكرناه نحن سابقا أنه أمر إيجابي جدا خاصة أنه اليوم هو اسام تقيل في مؤشر أبوظبي نحن نتوقع خلال السابيع أو يمكن حتى مع نتيج الربع الحالي أو الربع الأخير المفروض نحن تتماشى مع تطبيق القرارات نعم نخوض في الفترة الحالية طبعا نعلم جيدا بأنه هي فترة إعلان نتائج مالية ومع ذلك الأمن نسمع إلى النذر اليسير من مشتوقعات بقدر هو يعني أيضا صورة واضحة وشفافة من رؤساء مجالس إدارات شركات أو رؤساء تنفيذي لشركات أنه في هذا الموعد سأعلن عن نتاج أو نتوقع في الربع الثاني هكذا ستكون أربع تعول على أي قطاع سيد عادل فيما تعلق بسوق دبي بأن تاتفي الشركات بأرباح أفضل من الربع الأول صراحة بدون شك رلاح يكون فيه إلى حد كبير من سمية تشالنجين يمكن ليس سوف يكون من السهل اليوم أن نشوف أرقام جيدة جدا ولكن الربع الثاني من العام عادة ما يكون إلى حد ما جيد المفروض تكون إلى الأرقام أو معدلات النمو التي شفناها بالربع الأول التي لم تكن من نفس القوة التي شفناها العام الماضي ولكن إلى حد ما كانت لا بأس بها المفروض نشوفها إلى حد كبير إن كان بقطاع البنوك أو حتى بقطاع العقار أو بقطاع الخدمات فبالتالي التخوف يمكن أكثر من الربع الثالث الربع الثاني المفروض إلى حد ما لا بأس به اليوم الأمر الأهم أنا أتصور بغض النظر لو كانت الأرقام تأتي ضمن التوقعات أو يمكن شوية أقل أو شوية أكتر بتصور أنه إلى حد ما محتسب من السوق يوم يتوقع السوق إلى حد كبير أنه صار في ضعف بالنمو بالفترة الأخيرة فبتالي لا أعتقد أنه سوف تكون مفاجأة للسوق نعم أنتقل إلى سهم طبعا كان لدينا ينشط وحاول أن يبرر أكثر فيما يتعلق بطبيعة المستحقات التي عليه أو له من حكومات خارجية حدث عن دانا غاز في قطاع الطاقة الشركة كان لديها مشاريع واضحة في قليم كردستان العراق بل كانت الأولى في القطاع الخاص التي تستثمر هناك نهيك عن مشاريعها في السوق المصري مستحقات تأخرت بسبب مشاكل سياسية أمنية وغيرها لكن هذه المرة تعلن دانا غاز الإماراتية تأكيد هيئة التحكيم بالالتزام التعاقدي لحكومة كردستان ودفع ثمن غاز البترول المسال والمكثفات لدانا والشركاء وفقا للأسعار الدولية كذلك أكدت الهيئة بأن حقوق الكونسورتيوم القائمة لتطوير وإنتاج الغاز والبترول من حقول كردية وقد تم تحديد الحادي والعشرين من سبتمبر موعدا لسماع مطالبة اتلاف الشركات ضد أقليم كردستان بشأن المبالغ التي لم يتم سدادها والتي تقدر بمليار وتسعمائة وأربعين مليون دانا غاز يغلق لدينا في نهاية الجلسة بمكاسب قوية قرابة 14% في نهاية التداولات يكتسب سبعة فلوس ويتداول على المستوى الثمانية وخمسين فلس أعود لك سيد عادل يبدو أن الموضوع أنه هناك إمهال هناك استيعاب للأوضاع والمتغيرات لكن أيضا على دانا غاز التزامات يعني هي تنتظر لديها أن يأتيها أموال تتصرف بها تسك أو تغلق ديون لديها أو التزامات هل تعتقد هذه خطوة في طريقها أن تدفع دانا غاز أيضا المطالبة بمستحقاتها من الحكومات الأخرى؟ بدون شك واليوم هذا أمر إلى حد ما متوقع ولكن اليوم الأمر الأهم هو أنه حتى لو كان تم صدور القرارات أو طبعا له قرار جدا إيجابي كما سمعنا بس اليوم إلى أي حد أو المدة اللي حيكون فيها تم الدفع أو هل حيكون على مدى سنوات فاليوم فيه أسئلة كثيرة ولكن وخاصة بقطاع مثل ما شاهدنا أنه يعني فيه مشاكل عديدة خاصة مع قصة الاستحاد فبدون شك أمر إيجابي ولكن نتوقع طبعا كمان أنه الشركة تحاول يكون في مشهود أكبر إلى المزيد من التحصيل ولكن يبقى السؤال أنه متى سوف يكون هذا التحصيل وهل سوف يحدث بشكل سريع أو يمتد إلى مدى السنوات نعم فعلا سنتابع الحديث أيضا في نظرتنا الشمولية على أسواق خليجية أخرى تحددا في قطر نعود بعد قليل كيف بدت لدينا تطور أو بدت لدينا الأرقام في السوق القطري نعود من جديد ولكن إلى الاقتصاد القطري الذي سجل نموا حقيقيا بالأسعار الثابتة بلغ 4.1% للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية انخفاضا بنسبة 14% وصولا إلى 173 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الاقتصاد القطري يسجل نموا حقيقيا عند 24% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المناظري في العام الفائت وبنحو 13% قياسا بالربع الأخير من العام 2014 يأتي ذلك بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مع وصول تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عند 199 مليار و200 مليون ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191 مليار و300 مليون ريال وذلك باعتماد العام 2013 سنة أساس جديدة لتقدير النشاط الاقتصادية أما بالأسعار الجارية فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عند 173 مليار ريال منخفضا بنحو 14% عن الربع الأول من العام الفائت ووفقا لهذه التقديرات فقد سجل قطاع التعدين والمحاجر انخفاضا بنحو 31.5% ليسجل قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 75 مليار و240 مليون ريال قياسا بالربع المماثل من العام الماضي ومئة ومليار و130 مليون ريال بالأسعار الثابتة بنخفاض قدره 10% عن الربع الأول من العام 2014 وذلك كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار الطاقة في السوق العالمي الأنشطة غير نفطية سجلت بالأسعار الجارية نموا بمعدل 27% بقيمة قاربت 98 مليار ريال بينما بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة ما قيمته 98 مليار ريال وبنسبة نمو بلغ 8.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من العام 2014 هذا ويعود النمو المرتفع في القطاع غير النفطي إلى ارتفاع واضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية مع نمو سكانية بلغت نسبته 10% استحوذت شركة قطر للنقل البحري المملوكة بالكامل لشركة الملاحة القطرية على الحصة المتبقية والبالغة 60% في الشركتين التي تملكان ناقلتين غاز طبيعي مسال وهما سفينة ملاحة راسلفان وسفينة ملاحة قطر من سستي جنرال رافعة بذلك حصتها فيهم من 40% إلى 200% وأعود من جديد إلى ضيف سيد عادل مرعب نتحدث عن الاقتصاديات الأخرى في المنطقة القطر منها وإذا ما قرنا أيضا بأداء الأسواق الإماراتية فيما يتعلق تحديدا أن كلا المؤشرين هما من الأسواق الناشئة على مورغانستان لذلك لديهم التزام بحصة تملك الأجانب على أسهم بتداول حر وغيره أيهما تجدي تفوق على الآخر في الحصول على النسبة أعلى في المرحلة القادمة أو في المراجعة القادمة الدورية لمورغانستان بتصور اليوم لو بدنا ناخد بعين الاعتبار يمكن كمية السولة وحركة الأسواق بالفترة الأخيرة رلا بتصور بدون شك يمكن هو السولة الإماراتي لأنه اليوم عم نشهد سولة أكبر عم نشهد يمكن كمين حتى دخول أسهم جديدة عم نشوف يمكن نشاط أكبر على صعيد الإصدارات الأولية فبتصور أنا بالفترة الجاية المفروض يكون السولة الإماراتي يستفيد بشكل أكبر خاصة أننا كمين شايفين خصائص يمكن يستفيد منها السولة الإماراتي بشكل أكبر كاقتصاد من الأسواق المجاورة على سبيل مثال اليوم لو تم اتفاقية بين إيران وأمريكا بتصورها سوف يكون له انعكاس إيجابي جدا على اقتصاد ككل وبالتالي سوف كما يكون عندها هذه تداعيات إيجابية على الأسواق فنحن توقع بدون شك وخاصا لو ما أخذنا بعين الاعتبار السيولي اللي شاهدناه مؤخرا كانت أكبر بكثير مقارنة مع السول القطر اللي هو إلى حد ما كنا نشوفه فيه ضعف لو مقارنه مع معظم الأسواق بالخليج الفترة القادمة أو الحالية هي فترة إعلان النتائج السوقين سواء الإمارات أو قطر يتشابعا فيما تعلق بتوقيت الإعلان طبيعة النشاط والإفصاح في الشركات بالنسبة للنتائج لا أقارنها بمسقط أو بالسعودية هل تجد التأثير على الأداء في هذه الأسواق سيكون هو تأثير أو متأثرة التداولات بحل استقراء للنتائج سننتظر البيانات ومن بعد ذلك سنقرر ندخل أو نخرج في سهم بتصور اليوم كما ذكرت سابقا إلى حد كبير إلا لو نشوف مفاجآت كبيرة جدا مثلا شركات تطلع بأرقام أو تصدر أرقام أدنى بكثير من المتوقع أو أكثر بكثير أنا لا أتوقع أن نشوف مفاجآت بمختلف القطاعات إلى حد ما اليوم المحللين يمكن يحتسبوا تباطؤ النمو بالفترة الأخيرة يمكن تراجع أسعار النفط وأي تأثير لألة ممكن يكون على القطاعات وعلى الاقتصاد ككل إن كان بالإمارات في قطار بتصور اليوم الموضوع الأهم هو أنه مؤخرا كنا نشوف سنتم ضعيف في سيولة التي تنتظر محفزات إيجابية للدخول لو شفنا مفاجآت سارة من أحد الشركات وعلانات الشركات ممكن هنا نشوفها تستخدم هذه السيولة في هذه الشركات ولكن لا أتوقع أن هذا يكون محفز ولا أتوقع أن يكون هناك في مفاجآت مثل أي نوع من المفاجآت يعني ممكن أنها تحرك المحافظ تجاه سهم معين أو ترفع وزنه في المحفظة بتصور لو كان بكل بساطة اليوم لأنه نحن نحكي عن نتائج الشركات لو كان في شركة أعلنت نتائج أفضل بكثير وأحسن من المتوقع ممكن هنا تجعل الفان مانجر يعيد النظر أو يعيد توقعات من ناحية أنه لا ممكن والله السنة تكون أفضل بكثير يعني شفناه يمكن إلى حد ما الربع الأخير بقطاع البترو كيميويات لعسابين المثال بسعودية لما كان فيه توقع أنه تتأثر بشكل سلبي ولكن إلى حد ما أجت الأخبار عن بعض الشركات الإيجابية وهذا أدى إلى تفاعل إيجابي للسهم ولمدراء المحافظ فبتالي هذه نوعية الأخبار التي ممكن تجي ولكن كما ذكرت لا نتوقع أن يكون فيه مفاجأة إيجابية كبيرة نتوقع إلى حد ما أنه معظم نتائج تجي ضمن التوقعات بشكل عام نخوض في القطاعات تحديدا في الأسواق الإماراتية البنوك نعلم جيدا هو عدد البنوك لكن ربما نرجح كفة عدد أكثر من البنوك في سوق أبوظبي مقابل بنك قوي واحد ربما في سوق دبي إذا ما تحدثنا عن بنك الإمارات دبي الوطني في سوق دبي مقابل مثلا أبوظبي التجاري أبوظبي الإسلامي مثلا في سوق أبوظبي هل تعتقد يجب أن نحكم على القطاع بالمجمل أم على كل بنك على حدة لا بدون شك لازم يكون فيه تفرية إلى حد كبير خاصا اليوم يمكن هون فينا نفرق كمان إلى حد ما بين بنوك دبي وبنوك أبوظبي لأنه كان فيه اختلاف من ناحية يعني التاريخ خلال خمسة ونوات اليوم بنوك أبوظبي إلى حد ما كانت مدعومة بشكل أقوى بنوك دبي تأثرت سلبية بشكل أكبر من بعد الأزمة المالية وآخر سنتين صرنا عم نشوف فيه تعافي فاليوم التعافي لأنه نحن عم نمشي من أرضية أدنى من ناحية النمو ببنوك دبي ممكن نشوف فيها نمو أكبر مقارنة مع بنوك أبوظبي اللي هي تعافي بشكل أسرع فبالتالي بدون شك ونحن كانت نظرة قسم الأبحاث عنها أنه تحديدا يمكن بنك دبي الإسلامي وبنك دبي الوطني هنا أحد يمكن اتنين من البنوك المفروض يتموا يستفيدوا من أن يكون فيه نمو أكبر خاصة كمان شفنا ببنك أبوظبي دبي الوطني فبالتالي يمكن بنوك دبي إلى حد ما نتوقع أن تستفيد أكثر بعام 2015 مقارنة مع بنوك أبوظبي هل سنسمع مفاجأة تعلق بالتوزيعات دبي الإسلامي أعطانا توزيعات غير متوقعة في الفترة الماضية هل سيستمر باعتقادك في اتباع هذه السياسة لضمان ولا على السهم أم هو يجد فعلا أنه لديه حصة مخصصة فقط للتوزيع يرغف في تحريرها لا يرغف استثمارها على المدى القريب أنا بتصور لو سيكون في أي مفاجأة سوف تكون مفاجأة إيجابية لا أتوقع أنه يكون في ضغط هبوطي على الدفدنس أتوقع المفروض يكون في توزيعات أكبر ولكن لا أتوقع دائما أنه يكون في مفاجأات كما شاهدنا مؤخرا ولكن بدون شك نتوقع أنه بنوك دبي تستفيد وحتى يمكن مفروض نشوف المزيد من الدفدنس نعم عندما أتحدث عن قيادي فبتأكد إعمار هو على رأس القائمة كل ما سمعناه مؤخرا كان فقط عن إطلاق إدراج أحد الشركات التابعة لها طبعا إعمار مصر التنمية في السوق المصري اليوم يتم اتخاذه على احتسابه على المؤشر ليس هذا أو على إدراج عفوا يدرش في السوق ليتداول ليس هذا الهام بقدر أنه إعمار التي ننتظر منها دائما تغذيتنا في الأخبار ترفع من حافزية التداول تجاهلت تماما الإعلان عن أي شيء خلال هذه الفترة وكأنه ليس لديها أي شيء تعلنه أو أنها تتحفظ إلى حين أن تستقرأ السور بشكل أفضل بتصور كما ذكرت يمكن في تحفظ إلى حد ما ولكن تم الإعلان يمكن لو بشكل غير رسمي أنه المفروض فيه كمان نية ل الاكتتاب على إعمار المنطقة تماما تماما ولكن ما عنا أي معطاية كما ذكرت هناك تحفظ من إيهات الأفضل هل تتوقع خلال هذا العام؟ هون أنا بتصور القرار سوف يتماشى مع حركة السوق اليوم إلى حد كبير شفناه يمكن بإعمار مونز أنه التوقيت هو مهم جدا عند إعمار فبالتالي هون استفادوا إلى حد كبير من ناحية الإصدارات فأنا نتوقع أنه ما يستعجلوا ما فيه داعي للاستعجال فبالتالي لو كان فيه تحسن بالسوق وشايفوا أنه والله سوق من هلا لآخر السنة ممكن فيه تحسن ممكن عادي كثير نشوف أعلانات وإدراج من هلا لآخر العام إذا ما راقبنا سوق دبي تحديدا الأسهم على المؤشر مثل أرابتك كان فيها تذبذب واضح لدينا في الفترة الأخيرة مع أن أرابتك افتقر لأخبار عدم مشروع المليون وحدة سكنية ليس بالجديد إعمار هو الأكثر تماسك باعتقادك لأنه حافظ على مستوياته يعني لا تراجع كثيرا عن السبع دراهم وخمسين ولا ارتفع بمستويات عالية هل تعتقد أيضا السوق حريصة على إبقاء أعمار على هذه المستويات باختصار لو سمحت بدون شك نحن نرى أنه يعني أعمار يتمسك بشكل قوي جدا ممكن نشوف يمكن تحتد السبع دراهم وخمسين لو شفنا محفزات سلبية ولكن هذا لا يكون معطيات بالسهم تحديدا تراجعات بالأسهم العالمية وممكن تؤدي إلى تراجعات بأسهم المنطقة بالنسبة 15% لأي سبب إن كان بدون شك سوف يتأثر سهم أعمار ولكن هو يعني برأينا نحن أحد الأسهم التي سوف تستفيد بشكل كبير لو كان في التراجعات لأنه سوف يكون هناك دخول شوية جديدة بالسهم أشكرا جزيلا شكرا سيد عاد المرعب وأنت مدير أسواق المال في شركة شوع شكرا جزيلا ونبقى أيضا ولكن في بقية الأسواق حيث نتقل إلى السوق الكويتي ووافقت هيئة أسواق المال الكويتي على طلب شركة منافع القابضة بالانسحاب الاختياري من البورصة المحلية وبناء على طلب هيئة أسواق المال فإنه سوف يتم الإيقاف النهائي على أسهم الشركة في السوق اعتبارا من يوم الأحد الموافق للـ 22 من نوفمبر من هذا العام فازت شركة المجموعة المشتركة المقاولات المدرجة في البورصة الكويتية بأقل الأسعار في مناقصة تابعة لبلدية أوضب بقيمة 5 ملايين و300 ألف دينار كويتي أي ما يعادل نحو 64 مليون درهم إماراتي على أن تكون مدة تنفيذ سنة واحدة وأوضحت الشركة أنه سوف توافي إدارة السوق الكويتي بأي مستجدت بهذا الخصوص في حينه وفي سوق مسقط قرر مجلس إدارة شركة العنقاء للطاقة المدرجة في السوق بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.7 بيس للسهم الواحد من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا اليومي من برنامج مسار السوق سأعودت بصحبتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة